مدام ليس على النمسا لن يتم تجديد كونين التجسس في النمسا قبل الانتخابات نعم يعني مدام التجسس مش على النمسا لكن من النمسا فيكون في تأخير في تجديد هذا القانون وجاءت دافع وراء هذا التجديد المقترح في أبريل الماضي بسبب قضية تتعلق بضابط سابق في جهاز حماية الدستور والمشتبه في تجسسه لصالح روسيا وأكدت هنا وزيرة العدل ألمازاتيش على ضرورة سد الثغرات القانونية اللي سمحت لأجهزة المخابرات الأجنبية بالتجسس في النمسا دون عقاب وكمان يعني صرح أو صوت لهذا القانون حزب الشعب اللي كان مع ألمازاتيش للكيام بهذه الإصلاحات برأيك أستاذ أحمد يعني ما هي تداعيات محتملة لقرار التأجيل يعني إلى ما بعد الانتخابات على الأمن القومي والنقاشات يعني قبل الانتخابات وأثناء فسرة الانتخابات طيب خلينا ناخد الخبر بشكله يعني بصراحة أخبار مثل هالنوع أفادت صحيفة دي بريسا يعني أنه لن يتم تجديد يعني المخطط لها على القوانين تجسس لن يتم بهذه الدورة التشريعية بدلا بذلك سيتم إصدار توجيه قريبا للنيابات العامة ينص على أن تجسس ضد المنظمات الأجنبية يمكن يضر بسمعة النمسا يعني هيك أخبار من هالنوع أفشو فيها إلا بالنمسا سبحان الله يعني ممنوع تتجسس على النمسا ولكن مسموع تتجسس على دول خارجية من النمسا أو تتجسس على منظمات داخل النمسا لصالح دول خارجية فبصراحة يعني فيه شيء فيه شيء مع الأسف من الهزلية بهذا القانون بهذه الحالة اللي عما نشوف نحن بالنمسا ووزيرة العادل ألمزاديش مع أنه يمنى المفروض أنه هي كانت كتير حريصة على أنه فعلا نتحافظ على سمعة النمسا ولكن على ما يبدو هذا الخبر وهذا القانون وهذا الشيء فيه له اعتبارات كتير خاصة واعتبارات من نوع معين أخرت صدوره وأخرت أنه فعليا يسدوا هاي الثغرة أنا برأي هذا الخبر وهي الحالة اللي موجودة بالنمسا هي حالة محرجة للنمسا هي حالة بصراحة تتطلب يعني أنه يكون فيه نوع من الجدية أكثر للمحافظة على شكل النمسا يعني كيف تجسس صراحة وبعدين النمسا وفيينة تحديدا معروفة أنه هي فعليا يعني دولة التجسس وكر جواسيس العالم نحن ياما نشرنا أخبار من هذا النوع عن الموضوع فبتصور أنه حتى الحكومة المقبلة لأنه هي سياسة القفز للأمام اللي قامت فيها السيدة المزاداتش وزيرة العدل هي سياسة القفز للأمام أنا برأيي حتى الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تسن قانون يمنع هذا الوضع لأن حزب الشعب غير معني بهذا الشيء وحزب الخضر الذي هو فعليا مطلوب منه هذه القرارات الجريئة رماها إلى الحكومة المقبلة على ما يبدو يوجد مساومات ما يوجد تسويات ما داخل الحزب فهذا يقضى على ما يبدو أنه يرمى إلى الحكومة المقبلة نعم